موسيقى يستمع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء إلى آراء ممثلين عن شركات النقل والتوزيع بعد طرحه مقترحا حول رسوم مستخدمي نظام النقل التي تتقاداها الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء من مستخدمي النظام مقابل الخدمات الفنية والإدارية الأمر الذي ينعكس على المواطنين لاحقا مجلس تنظيم ينتهج الشفافية وإشراك الجهات المعنية والجمهور قبل إقرار أي تشريع تعلق بقطاع الكهرباء والجلسة اليوم هي تتويج لهذا الجهد بحيث أنه نقوم بأخذ رأي الجهات المعنية والجمهور بالمقترح الذي أعده مجلس تنظيم وشركات التوزيع والشركة الفلسطينية النقل الكهرباء بخصوص نظام مستخدمي شبكة النقل العمل بشكل أساسي سينعكس على شركات التوزيع التي بدورها تكاليفها سوف تنعكس على المواطن فبالتالي كل ما كانت هذه الرسوم أقل وشفافة ودقيقة فسينعكس برسوم أيضا دقيقة لصالح المواطن ويقدم المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدت في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيره مقترحاتهم وتوصياتهم للمجلس الذي يعمل بدوره على تنظيم قطاع الكهرباء ويراجع الرسوم المقر من مجلس الوزراء وفقا للقانون بدها تنظم عملية ربط قدرات جديدة للشركات والمجالس المحلية وهنا في بعض الرسوم لها علاقة بمصاريف إدارية وأنا أعتقد أنها رسوم معقولة وكثير بسيطة النقطة الوحيدة التي صار عليها نقاش هي كيفية احتساب تكلفة ربط قدرات إضافية هنا في اقتراح اجتهاد أنه نسبة وتناسب مع تكلفات الرابط مع الإسرائيليين أعتقد أن هناك نوع من العدالة لكن يجب الوصول لحلول للقدرات القديمة المربوطة التي تجاوزت القيم التعاقدية نحن سعيدين بوجود شركة النقل اليوم لأننا نعاني في مناطق عملنا من انقطاعات متعددة لكهربائي بسبب نقص القدرة وبسبب قدم الخطوط القديمة اللي هي ملك الشركة القطرية الحالية فنتمنى النجاح لشركة النقل وأنها تقدر تلبي طلبات شركات التوزيع وهذا شيء على المرحلة القادمة إن شاء الله رح يحل مشاكل الانقطاعات بإذن الله ويرى الحاضرون للجلسة ضرورة بتقليل الاعتماد على الاحتلال في الكهرباء ومحاولة البحث عن مصادر أخرى لتوليدها ومد المناطق الفلسطينية بها بالجودة المطلوبة احنا لازم نشتغل هذا الموضوع وبصراحة يعني مش بس على شركة قدرة بس على أي حدا أو على أي شريك في هذا القطاع شايف أهمية الاستثمار في طاقة متجددة وفي أنه برضو يكون عندنا مصدر منتج للطاقة بالعكس يعني احنا نهتم أن نكون جزء من هذه المنظومة ونتساعد ونتكاتف مع بعض لنوصل للإشيء اللي كنا متفين عليه وتشير المادة الرابعة من المقترح إلى الرسوم الثابتة إذ يقترح المجلس رسوما لتقديم الاشتراك الجديد ونقله وتقديم الدراسة الملحقة على الطلب الملحق والكشف الفني للربط وثمن العداد الجديد وأجور الصيانة والفحص وإعادة وصل التيار والمبالغ الشهرية الثابتة على فاتورة مبيعات الكهرباء يقدم اليوم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء مقترحا معدلا حول الرسوم مستخدمي نظام النقل إذ يراجع المجلس باستمرار الرسوم المقرة من مجلس الوزراء ويطالب بتغييرها إن لازم الأمر لتلفزيون وطن لؤي وزوز رام الله اشتركوا في القناة